صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اليوم بالقصر الملكي بالدار البيضاء كاتب الدولة الأمريكية سيد جون كيري ويقوم السيد كيري بالزيارة الرسمية للمغرب في إطار الرئاسة المشتركة لأشغال الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي بين المغربي والولايات المتحدة الأمريكية الذي يعد شقا هاما من الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تربط البلدين وتندرج هذه الزيارة أيضا في إطار تتبع مصاري الزيارة الملكية لواشنطن والمبادرات المكثفة والمتنوعة التي تم تبنيها بهذه المناسبة بين صاحب الجلالة والرئيس أوباما وخلال هذا الاستقبال أكد صاحب الجلالة نصره الله تشبثه العميق بهذه الشراكة الاستراتيجية باعتبارها نتاج تحالف عريق ومتعدد الأبعاد مع الولايات المتحدة هذه الشراكة التي تستمد عمقها من الثقة والتضامن والقيم المشتركة ومن الترابط والدفاع عن المصالح المشتركة وهي الشراكة تمكنت من التأقلم والتطور والتجدد من أجل الاستجابة لانتظارات البلدين ومواكبة تحولات السياق الإقليمي والدولي وفي هذا الإطار فقد مكنت الزيارة الملكية لواشنطن يوم 22 ونبر 2013 من فتح أفاق جديدة للارتقاء بهذه الشراكة الاستراتيجية وذلك بإغناء أجندتها بشكل جوهري وفتح أفاق أكثر طموحا أمامها وقد مكن البلاغ المشترك الذي تم اعتماده بمناسبة هذه الزيارة من تكتيف التشاور بشأن القضايا الاستراتيجية وتستير سبل جديدة للتعاون وتكييف الآليات القائمة وتطوير ميكانيزمات أخرى متنوعة مع تكريس المكتسبات وترصيخ أسس التحالف التاريخي بين المغرب والولايات المتحدة ومن جهة أخرى ذكر صاحب الجلالة بأن السياق الإقليمي والدولي الراهن يعزز صواب وعمق هذه الشراكة المدعوة إلى التوسع والمساهمة في الاستقرار والأمن المستدام والازدهار الاقتصادي المشترك والتنمية البشرية للقارة الإفريقية من جهة جدد كاتب الدولة الأمريكي السيد جون كيري تشبث الرئيس أوباما بتعميق الشراكة الاستراتيجية المتفردة مع المملكة المغربية كما أكد السيد كيري مجددا حرص الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة العمل مع المغرب من أجل تعزيز السلام والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية على وجه الخصوص فقد عبر كاتب الدولة الأمريكي عن تثمينه للاتزام القوي والدائم لجلالة الملك لخدمة قضايا الاستقرار والتنمية في إفريقيا مجددا الدعوة لجلالة الملك للمشاركة في قمة الولايات المتحدة إفريقيا المزمع عقدها خلال شهر غشة المقبل وقد أشهد السيد كيري كذلك بالدور البناء والمساهمة الفعالة لجلالة الملك حفظه الله بصفة رئيسا للجنة القدس في الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة ونهائية وشاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في أمن واستقرار طبقا لقرارات الأمم المتحدة وبهذه المناسبة سلم جلالة الملك رئيس لجنة القدس لكاتب الدولة الأمريكي ملفا بخصوص مختلف الخروقات الإسرائيلية المرتكبة في المدينة المقدسة القدس الشريف والتي تهدف إلى طمس هويتها الدينية وطابعها المعماري الأصيل حضر هذا الاستقبال عن الجانب الأمريكي السيد دويت بوش سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة المغربية والسيد بريم كومار المدير العام للشؤون الخارجية المكلف بالشرق الأوسط شمال إفريقيا والأمن القومي والسيد جونتان فاينر نائب رئيس الدوان وعن الجانب المغربية السيد فؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة والسيد صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون